هنا برضو أشكر المستشار مرتضى منصور على أنه أتح لي الفرصة أني أكون متواجدة النهاردة وأن ينول تشارف أني أكون متواجدة في برنامج زمالكوي وهو البرنامج الرئيسي في قناة نادي الزمالك اللي أكيد أي حد يتمنى أنه يبقى واقف الوقفة اللي أنا وقفيها بجد ألف شكرة على الثقة الكبيرة قوي دي ويا رب يكون بكرة الخير كله مستني نادي الزمالك وتكون ليلة بيضة زمالكوية متزينة بخطين حمر وجماهيرنا يطلعوا ويزينوا الشوارع زي ما عملوا وقت الاحتفال ببطولة الدوري والكاس وغيره وغيره بالتأكيد وعرفونا أنهم جماهير عددهم بالملايين هم مش عدد قليل كده والعدد لا يذكر لا معلش تعال اتفرج على الاحتفال بالدوري والكاس وتفرج على شوارع المهندسين كلها والاحتفال بالباص المكشوف اللي كان الحقيقة روعة كل الانتصارات دي بتيجي في بالي دلوقتي والاحتفالات الحلوة دي ويا رب ان شاء الله تتكرر بكرة بإذن الله بكرة كمان هتكون مش بس فوز بالسوبر المحلي لا هتكون فرصة بتأكد فيها هيمنتك المحلية وكمان مجهوداتك الجبارة والاكتبال ومجهوداتك الجبارة دي اللي اتعملت طبعا من الكل ابتداء من المنظومة بقيادة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي كمان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى رئيس البعثة بالتأكيد مرورا بالجهاز الفني واللعبين واحد واحد اللي بصراحة محدش فيهم بخل بزرة عرق واحدة يعني وكمان في ظل ما كان فيه أزمات مالية والناس كلها بتحكي انه اتحجز على أرصدة النادي اللي شوفنا واحد طلع قال لك لأ طب انا عايز افسخ تعقضي لأ انا مش هقدر استحمل لأ هم فاهمين كويس قوي نادي الزمالك وفضله عليهم بالتأكيد فموجودين مع الزمالك في كل الأحوال وعلشان كده إدارة النادي وفرت لهم بالتأكيد كل مؤدمات العقود يعني انت مش صبر علي وانا مش بديك المقابل لأ كمان الإدارة طبعا برئاسة المستشار مرتضى منصور وفرت مؤدمات العقود قبل ما اللعيبة تسافر الحيا لغاية آخر لاحظة والقد يقفل وخلاص باب اتحاد الكرة هيقفل كان الزمالك قابليها بثواني بيعافر ويجاهد والمستشار طبعا مرتضى منصور بيوفر فلوس علشان نجيب آخر صفقات تساعد الجماهير وتساعد الفرقة وفعلا ده حصل والزمالك قدر في كل الكلام والحجزة على أرصيدة النادي وكل وبرغم ان احنا كنا عاملين صفقات قابليها احنا مخلصين 11 صفقة مش الثلاثة اللي كانوا في الآخر دول ولكن في الآخر المستشار قدر انه يعمل ثلاث صفقات في اللحظة الأخيرة تساعد الفرقة بالتأكيد المستشار كمان رفض انه يفرد في أحمد مصطفى وزيزو هداف الدوري المصري واحصل لعب في مصر دلوقتي ما شاء الله بلا منازع مقابل مبلغ خرافي وقال كلمته الشهيرة اسعاد الملايين احسن من جمع الملايين المستشار مرتدى كان لين نهار دا كلمة مهمة جدا هنشوفها مع حضراتكم بعد شوية وجه فيها رسالة مهمة جدا للعيبة قبل مباراة السوبر بساعات وازاي قدر انه يرفع من روحهم المعنوية بالتأكيد ويقولهم انتوا ابطال الدوري والكاس وجه كمان رسالة للعبي الفريقين بالمحافظة على صورة بلدنا وانه يكون الروح الرياضية هي الليها الكلمة العليا وكرر جملة مصر هتلعب بكرة قدام العالم وده حقيقي في رسالة مهمة منه واكد على احترام النادي المنافس بالتأكيد المستشار مرتدى منصور اتكلم عن امور كتير عن المكافئات وكمان وجه شكر كبير جدا لدولة الامارات كل الزمالكوية يكسفوا دعوتهم وان شاء الله تكون ليلة بيضة زمالكوية خالصة بإذن الله زي ما شفنا كلمة المستشار ورسائله القوية والمهمة وكمان رسائله الوطنية لعيبة الفريقتين وان سمعت مصر واهمية احترام الخصف وهي دي الرياضة احنا رايحين بنمثل مصر رايحين يمكن المستشار قال ده طبعا في كلامه احنا رايحين نمثل مصر الاهلي والزمالك بيلعبوا في الامارات عايزين نوري الناس قد ايه الروح الرياضية عايزين نوري الناس مفهوم الرياضة بالتأكيد دروس مجانية بالتأكيد بيقدمها رئيس نادي إزا مالك في الروح الوطنية وانه قد ايه لازم نكون وجهة مشرفة لمصرفة دولة الامارات كمان شكره لدولة الامارات وتأكيده على انه هيعقد مؤتمر صحفي مهم جدا لكشف العديد من الامور الهمة بعد طبعا عودة بعثة الفريق من الامارات سي ربك كل يعيق الرسائل المهمة وتخرج المباراة بإذن الله بالصورة اللي تليق ببلدنا إن شاء الله